اهلا بحضراتكم من جديد لان هي وقعة اترتب عليها كونسيبت او مفهوم غريب شوية لازم يتناقش حفاظا على النادي الاهلي خالد عفتاح لعب النادي الاهلي باشموندس فجأة حط على الانستجرام بتاعه ستوري بيهني فيه مروان حمدي لعب بيرامدز بعيد ميلاده والاتنين كانوا اصدقاء لما كانوا مع بعض في سموح خالد لاعب طيب مش مدرك المشكلة وما استوقفتهش خالص القصة بتاعة مروان وعدت عليه لكن ماءا ده نزل والغضب الجماهيري انتشر تدرك الموقف بسرعة اولا نتوجه له لوم شديد من كابت محمد رمضاني المدير الرياضي كان هو شالي اصلا للصورة وطلع اعتزار لجماهير النادي الاهلي نشر عبر كل المنصات الرسمية للنادي لكل جماهير الاهلي وقال يمكن انه بيعبر عن تقديره الخالص لجماهير الاهلي واعتزازه الكبير بما لقاه منها من دعم ومساندة من زندمامه للنادي وقال انه بيعتزر عما تناوله عبر حسابه بمنصة انستجرام بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة ويرفض اي مساس بمشاعر جماهير الاهلي التي يدين لها بالكثير والتي تقف دوما خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من اجل انتصارات الاهلي هنا انتهت قصة خالد عفتاح هي بس انا عايز اقول نقطة صغيرة هو ايه اللي خل المضوع مرفوض من قبل الجماهير والمسؤولي في النادي الاهلي فعلة الكابتن مروان مروان حمد انه واحد يجي اقولك ما اعتذر هو اعتذر ولكن الحق لم يحصل عليه او الجزاء لم يحصل عليه ما هو انت لو كنت انت يعني بتعاقب على التصرفات يبقى الاعتذارك هنا صادق لكن انت بتعتذر خوفا من العقاب ده موضوع تاني فما تتعاقبش هذا الاعتذار يتصدقه ما تصدقوش لكن بعد العقوبة لما تعتذر هذا الاعتذار في صدق غالبا بيقبل والاعتذار هو المين مش للنادي الاهلي ده اعتذار في ده الجماهير اللي هي اكبر من اي حاجة في عناصر لعبة صحية اهم يعني كل الكرة دي بتتلعب عشان الجماهير تشعر بالسعادة وتشعر بال لو احنا ما جمنا لهاش حوقها من اللي يغلط فيها هيحصل تمادي خلل في الميزان طيب انتهت قصة خالد عفتاح ولكن في نفس اليوم اللي الاهلي او انه خالد اعتذر لجماهير الاهلي وشال الصورة تلاتة زملاء في توقيت واحد وتقريبا بمعنى واحد الزميل ابراهيم عبدالجواد والزميل هاني حتحوت وكابتن خلد الغندور تلاتة وارا بعض في شكل على طول في اتجاه واحد طب هو كده الاهلي مش كان قبل اعتذار امام عشور ما هو مروان حمد اعتذر اش معنى مروان ما يقبلوش اعتذاره واصبح الحديث عن قبول الاعتذار كما لو كان فريضة استنادا الى انه الاهلي قبل اعتذار امام عشور وضم امام عشور فقال لك هل ممكن يمكن البعض قفز على الاحداث وقال لك هل ممكن نشوف كمان مروان حمد يلعب في النادي الاهلي في كلام فيه يعني تجاوز مبطن يعني لا لا ده تجاوز مباشر في حق النادي الاهلي والكلام ده لا يجب ان احنا لا نتقف امامه احنا عتدنا عليه من احد هؤلاء الثلاث لكن الاتنين التانين المفروض منهم ازكى من انه يقعوا في المطاب ده والتلقيحة دي وانت زي ما قلت لي وكان ناس كريبت نتوزع اطلع وقوله كده ووحده الكلام ان اليسيء للاهلي يلعب في الاهلي طيب خلاص القناع وقع هي بقى حد فاهمني ان انا الرجل العلم ورجل الحياد لا خلاص القناع وقع لان انت موقفتش هذه الوقفة في اساءات كثيرة طالت النادي الاهلي من لعيبة كثيرة بل من لعيبة معتزلة البعض منهم لا تذكرهم احد موقفتش مستنكرتش انت بس عايز تحدف الافيدة التلاتة انبسطوا او انهم اتفعوا عليه فقالك طب كده بقى بما انه اساء للاهلي يلعب في الاهلي هذا كلام او حتى لو جابوها مستترة ممكن نشوف مروان في الاهلي هو مروان مشي من المصر لانه سب جماهير المصري وهو في المصري طيب انت هو سب جماهير الاهلي وخارج النادي الاهلي هذا حق مين نمر واحد لا يملك النادي الاني عن التناظر الحق جماهير جماهيره والموقف ده بيلوط تصرفات للعيبة تانية هي الجماهير هي المستائة لان الموضوع يمساه بشكل مباشر اكتر فاذا كان المقصود يعني انك ترمي فيه وتلقيحة غير مقبول لدرجة انك انت بقى ما تفردش انك انت هما يعني بعضهم قد يعتذر بعضهم حيولك سوء فهم وبعدهم يقولك خدتونا في حتة تانية وفي منه من الشطرة في الحتة دي يعني لكن ما حدش يقدر تشطر على الرأي العام صحيح طيب بصوا جماعة منحس بس فكرة الناحية الاخلاقية في حدة قبول الاعتذار وامام عشور لما اخطى اعتذر بعد ما عوقب يعني اتحاد الكرة عقبه تقريبا 12 او 13 مباراة اذا حدث العقاب ثم الاعتذار واعتذار صريح في كل وسائل الاعلام بما فيها قناة نادي الزمالك وهو في الزمالك مروان سب جماهير النادي الآلي باسوأ وابشع لفظه ممكن حد يشتم به انسان وتقال على كل الشاشات ورغم فداحة اللفظ ومش عايزة استخدم لفظ اسوأ من كده شوية الا انه حتى الان اتحاد الكرة ما خادش قرار ولا ندي ولا ندي اعتذر عن اللي حصل ولا لجنة الانضباط اللي احيل اليها اللفظ الخادش اللي لو اتقال في الشارع الناس هتقول عين اقولك انا حاجة هنا في العين تادي لو نبس اصد زبراهيم عليش اصلي ده حاجة بتوريلك الليلة اللي احنا فيها ندي عشان يكبر الموضوع راح قد بين شكوى ان الدكتور سعد الشلبي وان مش عارف اعضاء مجلس الادارة محمد الجرحي ومحمد صراج قال كذا وده كتب كذا اي حاجة اي كلام لم يقم عليه الدليل حتى ولم يكلف يعني اللفظ اللي قاله مروان صوته صورة ورددته ولم يتم الاعتصاد عنه وراح لجنة الانضباط لجنة الانضباط هنا كمان يقول انها خدت عقوبة خدت عقوبات على الاطراف دي لجنة لكن خلينا نقول انه مش حاجة اعلنك ماهو ما اعلنتش ليه لان الاتحاد مش مقتنع انك تعقب لدول بان واحد قال جاي حكلك اللجنة سكتت ليه اللجنة عاملة هذا الكلام عشان يبقى فيه توازن في العقوبة طيب عقوبتها ما اعلنتش يا سيد إبراهيم ما ليش دعوة انا لي دعوة انك انت كلجنة بتقيم القرار على مستندات وتحقيق وادلة ولا على تقاولات مفروض دليل طيب دليل لما تعملها بدون تحقيق يبقى انت على تقاولات عملتها ليه على تقاولات عشان عارف اللي تحت هيخدها ويحطها في الدرج لان فيه حاجات غير مقنعة انت عقبت اطراف مالهاش انك تيجي نحيتها واخد بالك فتم وقد المشكلة يبقى حتى الراجل ده لم يعاقب هو اعتذر لكن انه دي حتى لم يستنكر يعني حسين الشحات لما عمل الموقف بتاعه انه دي كلنا قبل ما يغير لا كلنا قولنا ايه اللي عمله حسين ده ايو قبل كل متضايقين من حسين انه عمل كده ما لناش دعوة سعيد الطرف اللي قدام وحقه ايه بصرف في النظر لان لأ ما يتعملش كده ما يتصرفش اللعب كده اه وعقوبة مغلظة يوصل في مجني اه مغلظة من نادي الاهلي اكتر من احد تاني ايه مع عقوبات متفوتة من اتحاد الكورة ايه ورغم هذا راح المحكام المحكام الاهلي بقى ممكن نروح الاهلي طيب عشان الربط الخاطئ تماما بين وقع ده ووقع ده وقع لم يتم العقاب فيها ولم يتم الاعتذار عنها من قبل نديه واتحاد الكورة وليجانه محدش حرك ساكن في وقعة مروان وقعة امام هفكركم باعتذارات امام عشور المتكررة وقتها قبل ما يفكر ييجي الاهلي او يفكر الاهلي يفوضوا امام عشور بيعتذر للاهلي وجماهيره ووليد سليمان على الهواء نفكركم وباعتذر له تاني على الهواء ان انا ما كانش اقص ان حاجة زيادية تحصل وبعد زر لنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على اللي حصل مني ان انا ما كانش اقصدي ان انا اعمل حاجة زيدي وكيد مع الوقت بتعلم يعني بتعلم من اخطاي بيعتذر وما كانش اقصدي واكيد مع الوقت انا اتعلم وكان ناشي كان في فريق مع الوقت عمل غلطة ادرك ايه اللي عملته ده ده بني ادم اللي عنده دم اللي يعمل حاجة محدش معصوم الغلط يا أستاذ إبراهيم. أما المكابرة في الخطأ هو دي جريمة سؤال. رمز جلال في برنامجه استضاف إمام عشور وقتها. فاعتذر برضه. أول حاجة لازم تعتذب لكابتن بيبو. وش كده على طول قدامك كامرة. قولها ما أقاسف كابتن بيبو. أنا أقاسف كابتن بيبو. جادع أمام. تاني حاجة؟ وليس سليمان. كابتني ده. كابتنك صح؟ طبع. أنا أقاسف كابتن مين؟ لا أنا أتأسفت قبل جدا. أنا أقاسف يا كابتن وليس سليمان. جادع. أنا أقاسف يا جمهور لله. جادع أمام جادع. حيجي وعد يقول لك يا سيد ده برنامج وده متملي بتعلقة. عندك أنت حاجة بقى اعتذار بشكل بيبو. أشيل كابتن وليس سليمان. إمام عشور مع كابتن أحمد حسام ميدو. برنامج زملكاوي سك. اعتذر إمام وهو في الزمالك بصريح اللفظ والعبارة. كابتن وليس طبعا أخيك كبير. والموقف بس اللي حصل كان شدة ملعب. وأكيد أنا تعلمت. شدة ملعب؟ أه. يعني كنا مشدودين شوية كابتن ونهائي ومطش كان صعب والأحصاب وكده. فكان يعني حاجة كانت غصبا عني. لا رضيها ما كانش قاضي. ما فكرتش يعني. لا الموقف ده لو تعد قدامي ميت مرة كابتن أنا عمري ما أعمل كده طبعا. طبعا. وأنا زعلت من نفسي طبعا كابتن وحتى أهلي زعلوا مني. يعني أهلي زعلوا مني في الموضوع ده. مين يعني والدك تكلم معك؟ أكيد زعلوا مني. فضلوا فترة أصلا كابتن ما يكلمونيش بسبب الموضوع ده. يعني فضلوا فترة. طبعا كلموني. بس أنا فعلا كابتن أنا ما كانش قاضي والله إن أنا عملي. ما حسيتش بنفسك؟ لا لا. ساعتها ما كنتش حاس بكده كابتن والله. وكلمت طبعا كابتن وليد كلمته كتير. آخر معسكر ده كلمت كابتن شناوي. وتوصلت مع كابتن وليد والكابتن هو يتكلمني. ما فيش أي حاجة ما بيني وما بين كابتن وليد خالص. وطبعا ما تزعلش. ما فيش أي حاجة كابتن أنا باحترمه. وهو تاريخ طبعا تاريخ في النادي الأهلي كابتن كبير. وما فيش أي حاجة ما بيني وما بين كابتن وليد. وبعد زر له تاني على الهواء إن أنا ما كانش قاضي إن حاجة زي دي تحصل. وبعد زر للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي على اللي حصل مني إن أنا ما كانش قاضي إن أنا أعمل حاجة زي دي. وأكيد مع الوقت بتعلم يعني بتعلم من أخطائي هكيد. والله بص أمامي يا بص. ممكن تكون من أهم الحاجات اللي بتحصل لك في الكارير بتاعك وفي حياتك. اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. إن إحنا كلنا بنغلط. كلنا بنغلط. كلنا وإحنا بنلعب وأنا بدر أدرب وأنا. وأنا شغال إعلامي وأنا أب وأنا. بنغلط. أهم حاجة إن إحنا نتعلم من أخطائنا. ونبقى عايزين نوصل للرسالة الصحة. مفيش طبعا مثالية. بس إن نبقى نوصل للرسالة الصحة. ومهم جدا إن إنت معايا للعلاقة. ما بين لعبة الأهل والزمال. إزاي العلاقة طيبة. والعلاقة كويسة. وجوا المنتخب. أنتو بتشيلوا بعض. ولو حد محتاج حاجة. أنت أول واحد بتبقى جنبه. وده شفناه. لما عمر السلية جاب الجنب في نفسه في الكاسة العرب. أول اللي عيب بيوصله. وصله وزيزه. بص يا أستاذ إبراهيم. اعتذار واضح متكرر لدرجة إنهان له. قال لي بيتي كانوا زعلانين مني. أي. متربي. يعني هم قالوا إزاي تعمل كده ديفو الشين إحنا كمان. فكرر. والخبرة وعدم الخبرة بعتذر مرة واثنين وتلاتة. مش عامل كده تاني. وليت عادت. يعني بكل وسائل اعتذاره هو في نادي الزمالك. أي. وما كانش مطروح خالص لا يروح متلند ولا هيجي الأهلي. أه. لكن أحيانا الخطأ العقل الجمعي خليك تشارك في خطأ في فورة كله بيه. هسا. هسا. داي المظاهرات. أي. اللي يرمي طوب تلاقي واحد مالوش مش مش نال من بيته منه ويرمي طوب. يمسك طوبة يرميها. نعم السلوك الجمعي فعلا. نعم. وبعد ما روح يقول إيه اللي أنا عملته ده. نعم. حاجة لا طليق. واخد بالك. فليه يقدر يعتذر فيه توبة حقيقية أمام الكاميرا وغير متكررة. وبعد كده ده راح مرة الوليد سليمان. البيت. البيت أو المستشفى حاجة زى كده. نعم. واعتذر له. هو في كل اعتذر عدة مرات وهو في نادي الزمالي. وهذا ما أقوله كان صادقا. ما كان شيء علشان ما يتعاقبش كان تعاقب وخلصة العقوبة. إذن ما تقوليش ده وده. لما روان كان عمل كده أه كانت حتقبل الاعتذار. مش مني بقى. الجماهير. لو تعاقب. لو صدرت العقوبة. ما نقولك. إيه الجماهير. لو هو كلم الجماهير. والجماهير حسد بصدقه حتسامحه. إنما تليح الكلام يعني أسوأ أسوأ مشهد ممكن يتقال في اللحظة ده من ناس بتطاقع منها إنها من قدرة الرأي. طيب. ده المقصود يا جماعة. النادي الآلي لما بيتقبل اعتذاره هو اللي بيتفضل بداه. أو أي شخص. حد بيغلط في حقه. بيقبل اعتذاره ده تفضل منه. مش إجبار عليه. ولو وحدة قياس تلزمه بعد كده إن كل حد يغلط فيه سامحه. لا. أنا اللي من حقي أقيم الطرف المخطئ. الطرف اللي تجاوز في حقي. المعطيات بتاعته. ظروفه. سنه. وقعته. مدى إحساسه بالخطأ. مدى اعتذاره عنه. مدى صدقه فيه. أنا بالنسبة لي أقبل أو لا أقبل. لما أقبل ده. ده مش معناها إنه ده شيك على بياض لأي حد تاني يغلط. فهيعملوا بنفس المعاملة. لا أكيد كل كيس كل حالة مختلفة بمعطياتها وظروفها وأحوالها. إنما كمان إنه يبقى الخطأ في حق الجمهور. فمحدش يملك إنه ينوب عن الجمهور ويسامح نيابة عن الجمهور. لأنه اللفظ الخادش اللي ما زلت بقول جريمة حقيقية على اتحاد الكرة. إن اللفظ ده يتقال في ملعب ويتسكت عليه. بجد ما كانش ينفع تحت أي ظرف لا تقولي لا لجنة انضباط ولا لجنة بتاع مفيش كده خالص. مفيش كده مفيش الألفاظ دي تتقال في الملعب وميتخدش فيها قرار. إحنا محتاجين أربع شهور من 23 يولي لغاية النهاردة. عشان نقدر نعرف اللفظ ده في ملعب نعيب ولا مش عيب. هل ده كان ينفع؟ هل اتحاد الكرة ده كان يسكت؟ انت تحل الانضباط؟ ليه تحل الانضباط؟ مين فيكم مش عارف إن الكلام ده فيه؟ أبشع تجاوز في اللفظ. المسابقات للمجلس الإدارة أي حد يطلع عقوبة ضد أي لاعب أو أي حد في المنظومة تصدر منه مثل هذه الألفاظ. خاصة لما تعلن وتكون موجودة على السوشيال ميديا وعلى كل البرامج. ما اعتقدش أبدا إنك لما النادي الأهلي يتصرف بهذا التصرف أو اللاعب. خالد عفتاح لما ينشر صورة الجمهور يشعر بالغضبة. غضبة الجمهور دي رسالة للاتحاد الكرة ولجنة الانضباط. انتو ما جبتوش حقنا. انتو ما غلطوش اللي أخطأ. انتو ما عقبتوش اللاعب اللي قال هذا اللفظ. ففضل اللاعب يطارد ويلحق بالصورة بمجرد مظاهر فيها مع خالد عفتاح. لأن الناس ما حسدش إن اللي تجاوز بهذا الشكل تم عقابه. الإعلام المفروض يكون حارس على هذه القيم وهذه الأخلاق في الملاعد. مش فكرة مكايدة. وزي ما عقبته ده طب قبلته اعتذار ده ليه. لا الأهل حر في إنه يقبل أو لا يقبل. وتاني مش معنى قبوله اعتذار إمام بعد ما فعلا ثبت إنه ندم جدا على خطأه. إنه مطلوب منه يتجاوز عن أي خطأ لأي حد. إيه المناسبة؟ هل مروان كان مطروع الأهلي والأهلي رفضوا علشان؟ إيه المناسبة؟ أقحمت الأهلي في الموضوع ليه؟ إنت بدل ما تتوقف على إن فيه إجراء من إدارة الأهلي احتراما لمشاعر جماهرة تم اتخاذ وبناء عليه اللعيب تنبه إلى فعلته. وبدل ما تقول يا مروان ما كانش ينبغي تعمل كده جا تقولي نشوفه بقى في النادي الأهلي ولا مش هنشوفه في النادي الأهلي إيه ده إيه ده؟ ده كلام أعتقد ما فهوش لحد الأدنى من الالتزام الحقيقة. نطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل.